في شخص بيقود كيان اسمه الجالية المصرية باليونان قبل ما استعرض التقرير عندي استفسار يعني هو اي نظام بييجي بيخلي الموظفين اللي بيشتغلوا معاه في اي مكان شبهه يعني حسني مبارك لما حكم هل كان السفراء اللي في اي حتة هل كان الملحق هل رؤساء الجاليات هل الناس بتتحول الى نسخة مباركية فيحنا عندنا دلوقتي فيروس سيساوي فالناس بتتحول لنسخة سيساوية تغلب عليها ويغلب عليها القمع والتنكيل واللا انسانية في التعامل مع الاخرين الحياة ده سؤال مهم قبل ما نقرأ التفاصيل بتاعت الخبر لانه احنا للأسف اصبح عندنا سيسي صغير في كل حتة اي حاجة ليها علاقة بالمنظومة المصرية سواء رسميا او غير رسميا فهي بتتعامل كسيسي صغير فيه شخص اسمه الدكتور محمد الزفزاف ويارب اكون قلت اسمه صح هو رئيس الجالية المصرية في اليونان نشوف الخبر مع بعض كده الراجل ده بيقول تصريح غريب جدا نقلا عن موقع الشروق رئيس الجالية المصرية في اليونان يحق لأثينا ترحيل المصريين الناجين من حادث غرق المركب الراجل محمد الزفزاف قال انه الناجين اعلن جميعهم انهم مصريين اضاف لا يوجد لجوء سياسي بالنسبة لمصر في اليونان هناك لجوء اقتصادي يحق للدولة اليونانية ان ترحيلهم مرة اخرى الى مصر يعني سيادة الدكتور رئيس الجالية العظيم هو مش متعاطف مع المصريين مش شايف اي حاجة غير ان اليونان من حقها تحبسهم في معسكرات وترجعهم مصر تاني طيب ما فيش لجوء سياسي طب ما يمكن معليك هم عايزيجيين يعملوا لجوء اقتصادي يعني انا ما اعلمه ان هناك اتفاقية اوروبية بتضبط عملية اللجوء وانه يحق لأي مواطن ان يقدم او يتقدم باللجوء في اول دولة اوروبية يعني ينزل فيها ولو قدم لجوء في اليونان وبعدين راح مثلا هولندا لا هولندا وفقا الاتفاقية تقريبا اسمها اتفاقية جينيف على ما اعتقد بترجعه او اتفاقية دابلين على ما اعتقد بترجعه مرة اخرى ليونان مش متذكر اسم الاتفاقية لكن فيه اتفاقية بتضبط فكرة اللجوء في دول الاتحاد الاوروبي بتضبط العملية دي بشكل او باخر كويس فلو انت نزلت دولة ينفعش تقدم في دولة تانية وفيش حاجة اسمها ان انت تنزل دولة تقدم لجوء فاقولك لا والله انت مش موجود هنا فالرجل ده بقولك لا يا جماعة اصلا ما فيش لجوء سياسي عند المصريين في اليونان وفيش الكلام ده احنا هناخدهم نرجعهم تاني بس فيه لجوء اقتصادي طيب ما هو يا معالي الدكتور الزفزاف هم جايين يعملوا لجوء اقتصادي انت مالك يعني هو هل وظيفة رئيس الجالية المصرية انه طلع تصريح زي ده انتو اي رأيكم في التصريح ده تصريح يصدر عن مثلا المتحدث باسم خفر السواحل في اليونان ده تصريح يصدر عن وزير الهجرة حزب يميني متطرف ضد اللاجئين في اليونان اتفاهم ذلك اتفاهم ان فيه احزاب يمينية ضد اللاجئين اتفاهم ان فيه وزراء للداخلية مش بيحبوا اللاجئين زي وزيرة الداخلية عندنا هنا في بريطانيا متفاهم ده جدا هم ما بيحبوش اللاجئين وبالتالي بتروح قدام الشادر والمعسكرات اللي اتودي اللاجئين في رواندا وتتصور وظهرها المعسكرات ويبتدحك انا متفاهم ده في ناس خلاص عندها كراهية للاجئين لكن اللي أنا مش متفاهمه ان الراجل محمد الزفزاف ده لهو مواطن يوناني مثلا خايف ان اللاجئين ياخد وظفته ولهو مسؤول يوناني مثلا برنامج بقاءه في الحكومة او في منصبه قائم على معادات اللاجئين ولهو من خفر السواحل اليوناني مثلا اللي دخول اللاجئين بشكل غير شرعي بيعتبر تقصير منه لانه المفترض يمنعهم من الوصول بشكل او باخر ده اسمه الدكتور محمد الزفزاف رئيس الجالية المصرية في اليونان فما عليش معالي الدكتور انت مالك مين طلب منك يعني هل النظام طالب منك انك تطلع تقول تحرد اليونان على مواطنين مصريين هربوا من نظامك عشان يعملوا لجوء اقتصادي او سياسي او ايا كان هل دي وظيفة معاليك حضرتك رئيس الجالية المصرية في اليونان المفترض انك بتدافع عن حقوق ابناء الجالية طيب دول من ابناء الجالية جميل وصلوا بشكل او باخر جميل اليونان حبساهم في معسكر مش جميل خالص اليونان عايزة ترحلهم مش حلو خالص فحضرتك بقى تطوع تقوم طالع كده زي السيسي في نص اي حاجة بنفس النفس القمعي والسياسة القمعية رحلوهم اليونان من حقها ترحلهم اما فيش لجوء سياسي للمصريين في اليونان بس في لجوء اقتصادي طيب لو قالوا ان احنا عايزين نعمل لجوء اقتصادي سيادتك هتعمل ايه؟ هتقول لا والله احنا ظروفنا اصلا كويسة يعني انا متخيل ان الراجل ده هيروح يدور على اسماء الناجين ويجيب اصلهم وفصلهم مثلا مثلا في القرى بتاعتهم ويوم عامل كشف باسماءهم وكل قرية وكل واحد من اهلهم دفع كام وروح يقدمها لوزارة الهجرة في اليونان اللي هم بقولكوا ايه؟ دول مش محتاجين لجوء اقتصادي ده وكل واحد فيهم مع 4500 دولار رجعوهم مصر تاني دي صاروة احنا عايزين نعرف الفلوس دي جابوها منين ما هو واحد بهذه الاخلاق وبيهذه العقلية ما تستغربش انه يطلع منه حاجة زي كده